لم تتوقف الجهود المصرية لدعم الأشقاء في قطاع غزة منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلية على القطاع وقد كثفت الدولة من مساعداتها الإغاثية والإنسانية من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني حيث بلغت حتى الآن أكثر من أربعة ألاف طن توفير المساعدات الإغاثية وتجهيزها من خلال متطوعين يعملون ليلة نهار لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة كان هو الشغل الشاغل لمنظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية لإنهاء تلك المعاناة وتنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إرسال قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تشمل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة المعلبة والمياه المعدنية والألبان وأدوية الأطفال والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر كان الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي قد قام بجهود كبيرة في مد جسر بري متواصل من المساعدات بإرسال نحو خمسين قاطرة بشكل يومي منتظم ودون حد أقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتأتي جهود مصر في هذا الملف رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها وذلك انطلاقا من دورها القيادي والمحوري في المنطقة بشكل عام لدعم الأشقاء في قطاع غزة ووصل إجمالي ما استقبلته محافظة شمال سيناء من مساعدات لغزة منذ اندلاع الادوان الإسرائيلي عليها إلى نحو 280 شاحنة أرسلت بها 20 مؤسسة أهلية محملة بأكثر من 400 طن من المساعدات المتنوعة تقدم ملموس في ملف المساعدات الإنسانية يأتي بالتزامن مع جهود القيادة السياسية الكبيرة التي تتواصل مع كافة الدول لتهديئة الأوضاع بقطاع غزة وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية إليها ترجمة نانسي قنقر